إزا مالك بقى؟ إزا مالك قادر السنة جاي بقى أفضل من السنة دي؟ أنا معتقد يعني لأن جميز هيبدأ من أول السيزون معاهم هيجيب لعيبته اللي هو عايزة طبعاً لما القيدي لأن الفترة اللي كان القيدي مقفول فترة طبعاً الأول جوزي جميزة عجبك ولا لا؟ والله أنا مقدرش عاكم عليه أنا مقدرش عاكم عليه لإيه؟ لإني مش هو اللي جاب اللعيبة وهو عاملك هو دخل الدخل على حاجة كده موجودة دخلت على حاجة جاهزة هتعمل إيه؟ وغير طبعاً غير الاستقرار طبعاً فيش كان فيش استقرار في الإدارة وفي مشاكل وفيه حاجات فندي كتير مش كويسة وطبعاً إنت إيهتها مقفول حاجتين ما قادرش حاسب عليها لأ أنا خد التيم من أول السنة دلوقتي فترة إعدادك بلعبتك اللي إنت عايزة وتعالى حاسبك بعد كده بس لما أعتقد الفترة الجاهة يبقى أحسن فظل كمان حاجة لو هم باعوا زيزو بالمبلغ اللي إحنا شوفنا ده كله ده ممكن يبني يعمل تيم تاني جامد بس ما هو زم الجماهير رابطين فكت باعزيزو والله يا زيزو اللعب مهم والعيب ممارس بس الفلوس ده هتفيد النادي هتفيد التيم فليه لا؟ في رأي يقولك تما أنت بعت مصطفى محمد وبعت إمام عشور وفي الأخير ما ما استفدتش بس في الفترة ديه كان فيه الكود مقفول ده أيوه لا لا كان فيه لا يعني أول ما بعتها هتاخد اللعيبة أنا بتكلم على الفترة بتاع الجميز تلكلمي على جميز أما كلمك عموما أنا بقولك الجمهوري الزمانك بيفكر إزاي يعني هو لما بيتقلق يعني مثلا فكرة أنا رأي زي رأيك زي كل الأنداف العالم الحيان عنده عزم ملايه بيع واحد من نجوم الفريق فيعمل فريق آخر جديد فيتضع نجوم أكتر ده 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 فكرة وكده كده زيزيه استفاد يعني زيزيه استفاد مديا وهو كده كده نجم كبير صحيح أنا ما قلت كده قبل كده فتلع بعض جميز زمالك ورأي محترم جدا وبرده يستحق التفكير قالك كابتن أحمد قالك إنه لما اتبع نجوم الفريق ما تعوضوش ما تعوضوش فانت هتبع لي ده كمع هم كان عندهم فرصة كان عندهم أعظم يعني أعظم جيل في تاريخ نجل الزمالك اللي هو في عشرين عشرين جيل إمام وابن شرقي ده الجيل ده مش هتعوض يعني هذا في رأيه وهي مشكلة الزمالك إنه هم دلوقتي محتاجين لعيبة كتير محتاجين في كل مركز تقريبا لعيب لأن الأساس بتاع الفرقة يعني الوينش للأسف ربنا يشفيه ويرجعه بسلامة ده كان عنصر مهم جدا كان أساس من إمام في وقت من العواد كان طبعا أساس كبير جدا في نص الملعة أعز بكريت واباكليفت ومشطفى محمد قدام فأنت العمود الفقري بتاع الفرقة كله شكبالا بيجبر دلوقتي خلاص يعني برضه على قد ما بيحاول فأنت محتاج آه يعني أنت محتاج لعيبة كتير فهل أصلا رحيل زيزو كمان اللي هو يعني زي ما بنقول اللعيب اللهم المميز بتاعهم والمميز فيه لما تمشيه محتاج بقى تجيب حوالي عشر مثلا لعيبة عشان تقدر تعاوض فالموضوع صعب يعني أنا رأيي لو يقدروا يحافظوا على زيزو دلوقتي ويدعموا الفرقة هاي ببقى أحسر لهم